اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها اليوم دولة الامارات مع دول موريشوس هي الاتفاقية الأولى من نوعها التي تبرمها الدولة مع دولة افريقية وتستهدف زيادة الناتج المحلي الاجمالي للامارات بنحو واحد في المائة بحلول عام 2030 وإضافة واحد في المائة إلى الناتج المحلي الاجمالي لموريشوس في الفترة ذاتها وتشمل الشراكة إلغاء موريشوس 99% من الرسوم الجمركية على الواردات من الامارات بينما ستلغي دولة الامارات 97% من تلك الرسوم تتفاقية استمرار في عملية التنوع في تواجد القطاع التجارة حول العالم وأيضا تواجد في أفريقيا من خلال بوابة موريشوس تبني على النجاح الكبير الذي صاير لنا في القارة الأفريقية وأيضا الاستفادة من موريشوس كونها أحد أهم الدول المتفتحة وعلى تواصل المتميز مع العديد من الدول إذن نتكلم على الرقام نسبة تحرير أكثر من 97% من القطاع السلع والنسبة تحرير عالية في قطاع الخدمات والذي هو أحد النقاط القوة للدولتين اللي ممكن يكون هناك شو فيه تكاملية في الاستثمارات المشتركة وتعد دولة الإمارات ثامنة أكبر مستثمر في موريشوس بعدما خصصت 13 مليار و 200 مليون دولار لدعم مشاريع في مجالات السياحة والعقارات والطاقة المتجددة والتكنولوجيا هذه أول دولة أفريقية توقع اتفاقية شراكة كاملة مع دولة الإمارات ومن المهم أن نشير أيضا إلى أن موريشوس ستساهم بصورة فعالة في اقتصاد الإمارات أيضا وليس اقتصادها فقط لأن موريشوس تقدم نفسها كمركز مالي عالمي كما تعد بوابة للدخول إلى أفريقيا تعتبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف الوصول بإجمالية قيمة التجارة غير النفطية إلى تريليون و 100 مليار دولار بحلول عام 2031 ونجح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حتى الآن في تأمين الوصول إلى أسواق تضم ما يقرب ملياري شخص أي ربع سكان العالم تقريبا موسيقى